نتكلم معاً عن اللي جاي، وزن ريشا، وزن ريشا عمل أعتقد أنه هيكون كمان من الأعمال المهمة إن شاء الله بتحضروه للفنان النجم أحمد السقة، أعتقد أنه هيكون عودة قوية إن شاء الله للنجم أحمد السقة إن شاء الله يعني وإحنا مهمة سقيلة لأنه طبعاً ما بتتعاملي مع نجم بحجم أحمد السقة أنا وأنا كنت صغير يعني طول الوقت بأتفرج عليك مشاهد وأنا فبتبقى مسئولية لحلقة كبيرة جداً يعني أنا مبسوط إن إحنا بنتعاون مع أحمد السقة مع ميريام أحمد مع ميريام برضو، أه إن بيني وبينها تفاهم فني ما وما فيش بيننا أي حساسية في مسألة إن إحنا بنكتب إيه أو بنتنقش في إيه وكالعادة أنا في المسلسل ده برضو راجل لدرفتات بنكتب درفتات كتير جداً في المسلسل إن شاء الله يعني يكون شكل مختلف لأحمد السقة ويكون له أثر ودي مغامرة منه إنه كمان بيتعاون مع يعني معايا في مسلسل هو أول مرة يعرض على منصة له مسلسل بطولته يعني لأنه قبل كده عرض أفليهام عرضت مسلسلات على التلفزيون لكن ده أول مسلسل يعرض له على منصة يا رب إن شاء الله يكون يعني إحنا قد المسئولية إن شاء الله هتكونوا قد المسئولية وهتمتعونا وهتبهرونا بشكل مختلف وبحكاية مختلفة وبقصة إن شاء الله مختلفة يكون يعني تفاصيلها أكيد إن شاء الله هتكون مميزة يا رب إن شاء الله إن شاء الله في أي مشاريع تانية بعد غير وزن ريشة؟ في أي مشاريع تانية خاصة بالكتابة؟ خاصة بالصحافة؟ خاصة بأي مجال تاني من المجالات اللي حالك تشتغل فيها؟ في الكتابة في مشروع رواية بكتب مشروع رواية يعني تستوحى من أحداث زعيم مصطفى النحاس لأن أنا مغرم جدا بمصطفى النحاس وبمسرته يعني الإنسانية والسياسية في تاريخ مصر يعني المعاصر وأتمنى أن لما رواية تطلع يعني كتبت فيها جزء ما أن الجمهور الجديد المعاصر يعرف أن مصطفى النحاس أثره إزاي في حياتنا دلوقتي يعني وفي مشاريع بقى رمضان يعني احتمال يكون في مشاريع للمساسة رمضان لسه مش مؤكد وممكن بس عندي طول الوقت مشاريع قصيرة يعني عندي مشروع لتحويل رواية لعمل عامل درامي جميل للأستاذ وسيني الأعرج رواية عن مي زيادة الأديبة المشهورة يعني في الزمن اللي هو بداية القرن العشرين أنا من هوات برضو الكتاب عن الأزمنة يعني فإن شاء الله ده ممكن يبقى السنة الجاية إن شاء الله